اشتركوا في القناة الأولى لأخبارنا يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 أولى هذه الأخبار رئيس الوزراء يلتقي الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وفي مستهل اللقاء أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام التي تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب رئيس عدفتاح السيسي تشجيعا على الاستثمار بها وذلك تعظيما لما تتمتع به من إمكانات هائلة وتجعلها بالفعل منصة جاذبة للعديد من الاستثمارات والصناعات وقد تناول لمهندس يحيى زكي الجهود المدولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الإطار وذلك أيضا سعيا لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقاومات التي تتمتع بها المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة لافتن في هذا الصدد إلى رغبة عدد كبير من الشركات العالمية إقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع صدافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين تغير المناخ قب 27 ننتقل للخبر الثاني لهذا اليوم معنا ومن خلال هذه الجولة الصحفية في إنجاز جديد للرياضة المصرية وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للشباب بالفوز بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة وذلك عقب الفوز بلقب كأس العالم للشباب لسلاح سيف المبادرة وأيضا هذا السلاح سيف المبارزة أسفى جدا في البطولة المقامة لبطولة البحرين وذلك بهذه الدولة دولة البحرين حيث استطاع منتخب مصر الفوز بلقب البطولة على مستوى نفسات الفرق بعد التغلب على فرنسا بنتيجة 45-34 وبذلك استطعت البعثة المصرية تحقيق ذهبية الفرق وذهبية الفردي رجال والتي حققها اللاعب محمد يسين بالأمس أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد السلاح يمضي بختم ثابتة نحو تحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل وأيضا المضي قدما نحو تحقيق ميدالية أولمبية ميدالية أولمبية ننتظرها وننتظرها الجميع الحي في الفترة القادمة في رياضة السلاح في أولمبياد باريس 20-24 هذا هو الخبر الآخر وألف مبروك لمنتخبنا الحياة الخاص جدا بهذا السلاح سيف المبارزة نأتي الخبر الثالث ضمن مبادرة يد رئيس عبدالفتاح أسيسي مبادرة حياة كريمة الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية الأسبوع الأخير من يناير الجريم القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتضم كافة المتخصصات بالفعل في هذه الجولة تخصصات طبية على الباطنة والأطفال والأنف والأذن والأضام والجراحة والرمض والأسنان والقلب والجلدية والنساء وولادة وخدمة تنظيم الأسرة وذلك أيضا بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية كما يتم أيضا تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة بننتي هذه أو بتنتهي الجولة معنا من خلال حلقتنا النهاردة من خلال هذا الصباح ومصر جميلة دايما بادي الأخبار المبشرة بكل الخير طبعا إحنا من خلال فقراتنا أكيد متمشية مع استراتيجية الدولة لدينا موضوعات خاصة جدا ويمكن بنتكلم وتكلمنا كتير في الفترة اللي فاتت على منتدى الشباب العالم هذا المنتدى الذي بالفعل أصبح منصة على مستوى العالم لمناقشة قضايا الشباب وأيضا لمستقبل العالم ودول العالم وخاصة شبابهم رجال ونساء المستقبل وبالتالي أتى هذا المنتدى في نسخة رابعة من مدينة السلام بشارم الشيخ ووجدنا بالفعل منصات وجلسات خاصة جدا نقاشية وكانت أهم هذه الجلسات أو من ضمنها وهذه الجلسة التي حضرها سيدة رئيسة الفتاح السيسي جلسة خاصة بماذا عن دول العالم ودورها الرئيسي والاهتمام بالفترة وهي فترة بعد الصراعات وأيضا فض المنازعات وأعتقد تخبرنا كثير من القضايا من خلال هذا الملف هذه المنصة التي أطلقت بالفعل أطلقت أيضا منصة خاصة مشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر لدعم الجهود الوطنية بتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية لدينا الكثير في هذا الأمر للحديث عن هذه الجلسة ماذا تم بها وماذا عن دور مصر الحقيقة لأنها مصر على مستوى العالم هي الدولة الوحيدة التي تقدم مساعدات لللاجئين يدخلون هذه البلاد بلا معسكرات لدينا الكثير خاصة بهذه الجلسة النقاشية وتوجيهات سيدة الرئيسة الفتاح السيسي في هذا الأمر وتقديم المساعدات لللاجئين وضحايا الربيع العربي والدول الأخرى التي تحتاج الكثير من المساعدات ننتقل بقى أعتقد كل يوم وإحنا في امتحانات وفي اختبارات لولدنا امتحانات نص السنة الترم الأول وبالتالي في استراتيجية خاصة كمان نحب نعلم حضراتكم بيها استراتيجية للتعليم 20-30 ولكن قبل الانطلاق لهذه الاستراتيجية أكيد هنتكلم عن الإجراءات الاحترازية من خلال هذه الامتحانات وهذا الاختبار لهذا العام في ظل جائحة كورونا في ظل هذا المستجد سواء دلتا أو أميكرون المهم أن احنا تحت هذه الإجراءات الاحترازية وإزاي وزارة الصحة تضامنا أكيد مع وزارة التربية والتعليم بتحاول أنها تقدم بفعل كل ما هو يعني يرعى ويهتم بصحة الطلبة وأكيد المدرسين ومن يعمل خلال هذه الفترة فترة الامتحانات والاختبارات إن شاء الله نخرج لفاصل وهيكون لقاءات بإذن الله مع من يهم الأمر في توجيه بعض هذه المعلومات من خلال كل فقرة برحب بحضراتكم مرة تانية ننتقل بحضراتكم لهذه الانطلاقة لفقراتنا ومصر الجميلة دايما بحضراتكم فأهلا بكم لما تكلم ولغاني من بحر الموى والولغاني لما تكلم ولغاني من بحر الموى والولغاني ما حدش من فكر ولغاني مصر جميلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة